يبقى احنا كده عندنا مسابقات اهو بين القسر نظبوط المسابقات دي كده ثقافية ثقافية بمعنى ايه؟ ثقافية بمعنى بيبقى في ممثل من لجنة القسر من ادارة الكلية بيبدأ يجي بقول فايصل والحكم ما بين قسرتين بيبدأوا يسألوا اسئلة في مختلف المجالات مجال ثقافي مجال رياضي مجال علمي وفي الاخر الاسرة اللي بتكسب بيبدأ نقرر من التيم اللي كان داخل من خلالها ويبدأ ناخد صور مجمع ومشاركة بقى إدارة الكلية من عميد ورعاية شباب ولجنة قسر يعني انت لتقولي كده ان احنا بنعمل مسابقات ثقافية يعني انا مش بخش الكلية احفظ وامتحن واخرق وده الفرق بقى ما بين فكرة السنوية زي ما قلنا وفكرة الكلية احنا لما نخش الكلية دائما بنتكلم مع الطلبة الجديدة انت داخل جوا مجتمع صغير جوا مجتمع كبير المجتمع الصغير ده هو حياتك اللي بتشوفها بره انت دخلت الكلية الفرق انه مقفول عليك أصوار بس بتعامل مع ناس كتير بطبقات مختلفة بعقول مختلفة بتعامل مع إدارة كلية بتعامل مع دكاترة كلية بتعامل مع معدين فانت شفت الدنيا كلها اللي بره فبروجيت صغير جدا مقفول عليك فلما تبدأ تخرج للحيال العملية بتبقى مؤهل تأهيل تام عشان تبدأ تتعايش مع ده لكن انت لو دخلت الكلية زي زي السنوية حضرت ومجرد انك بتذاكر 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 خراكت امتحان تخلصت هتخرج للحيال العملية يعني زي ما بيقولوا كده بتزارك دونية بتلتة شفيك مش عارف بالزبط كده فأنا ما عنديش خبرة طب أخطر مجالي أشتغل فيه طب أنا لو حد دايقني في شغلي أرد عليه إزاي طب لو مدير الدنيا تسك أنفزه إزاي طب لو أنا مسكتي تيم أقوده إزاي فده اللي احنا بنساعد بيه الطلبة لما بتخش كلها من خلال أنشطة طلابية من خلال الأسر دي